السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم الاخبار يارب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلامة في بعض التعليقات كده شفتها لبعض الزملاء انه هو توقف الربح عندهم والربح توقف ولا بسبب نقارات غير شرعية ولا بسبب انذرات ولا بسبب اي حاجة ولكن بسبب عدم النشاط يعني ايه عدم النشاط يعني عدم نشر الفيديوهات لمدة ست شهور او اكتر من ست شهور اليوتيوب بيحتفظ بالحق في ايقاف الربح لو انت توقفت عن نشر الفيديوهات لمدة قد تصل لست شهور تعال نشوف الموضوع ده بيقولك الحفاظ على نشاط قناتك لمواصلة تحقيق الربح ديت في مقالة ايه دي في المقالة بتاعت برنامج شرقاء اليوتيوب ومطلبات الاهلية للانضمام اليه في حاجة مهمة جدا احنا كنا اتكلمنا عليها من فترة طويلة ولكن يعني التعليقات ديت اللي انا شفتها قلت اذكر حضراتكم بيها بيقولك ايه بيقولك من المهم الحفاظ على منظومة قنوات متكاملة سليمة ونشطة ويمكن ان يتم ايقاف ميزة تحقيق الربح في القنوات التي لم تحمل فيديو او تنشر مشاركة ضمن علامات التبويت المنتدى لمدة ست شهور او اكتر وذلك بهدف تركيز دعمنا على منشئ المحتوى النشطين والذين يتفاعلون مع افراد المنتدى اعتقد بنسبة كبيرة ان هما بيعملوا كده للناس اللي بيمر عليها ست شهور وما نزلتش فيديوهات وفي نفس الوقت بتنزل عن الحد الادنى لمتطلبات الاهلية يعني بينزلوا عن الاربع تلاف ساعة انت لو نزلت عن الاربع تلاف ساعة لاخر اتنشر شهر ولكن نشط على القناة عادي مش هيوقف لك الربح لكن لو انت مش نشط على القناة ونزلت عن الاربع تلاف ساعة ففي الحالة دي بيتم ايقاف الربح طب نعمل ايه هتبدأ تشتغل على القناة تاني لحد ما تجمع الساعة بشكل جديد او لو انت فاضلك كم ساعة ابدأ جمعهم وبعد كده قدم بدون اي مشكلة بتمنى ان يكون الفيديو مفيد بالنسبة لحضراتكم بتخلش عنا باللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته